طيب احنا مش بنكلم عن الوصائي بس ده احنا عندنا كمان الولاية التعليمية فاتن أمل حربي كان مسلسل برضو من المسلسلات المهمة جدا عندنا العمدة برضو لتمكين اه طبعا هو السنة دي كان فيه يعني كان فيه مسلسلات في صالح المرأة بشكل كبير جدا كان فيه تركيز عليها ولكن انت دلوقتي لما تكلم في مجتمع في حدود الميت مليون ومجتمع مختلف من العاصمة إلى الأقاليم إلى الصعيد إلى الدلتا إلى الأماكن دي مختلفة تماما طبعا فيه الصعيد ممكن عندهم حتى الآن بعض العادات والتقاليد أن المرأة ما تاخدش الميراس زي عملة ندرة زي عملة ندرة وده السراع تمام انت عرضت هنا السراع وما تقابله المرأة من مشاكل ممكن حد يجي يقول له الله ده ما عادش زي زمان اه ما عادش زي زمان زمان كان 100% النهاردة لو قلت 40% هو ليس موجود صحيح لأن ما فيش مجتمع احنا مش في الجنة تمام ولكن الأساس انت عرضت المشكلة بشكل جيد يتماشى مع الشكل الدرامي وتماشى مع عادات والتقاليد المجتمع اللي احنا عايشين فيه ولا لا هو ده كان الأساس طيب أستاذ أحمد انطلاقا من فكرة كده في البعض يعتقد أنه لا الدراما أو الأعمال الفنية مش مسؤولة أنها تغير من الواقع ولا أن هي يكون لها أثر في المجتمع وأنه هذه الأعمال لو اتكلمنا مثلا في الصعيد هل عمل درامي قادر أنه يغير من عادات مثلا وتقاليد في الصعيد على سبيل المثال بقى لها سنين كتير جدا عايزة رفرد حضرتك على النقطة دي ولأي مدى فعلا ردود أفعال المجتمع على القضايا مش هقول على العمل درامي بعين ولكن هقول على القضايا اللي بتطرح من خلال الأعمال الدرامية في حاجة أساسية الأعمال الدرامية أحد أسباب تقدم المجتمعات ليه؟ لأنها بتعرض المشاكل وبتعرضها على كل المستويات لو جينا نتكلم ونقول الصعيد هل الصعيد النهاردة زي الصعيد من 40 سنة زي ما حضرتك تكلم لا طبعا اختلف تماما كان في جملة انتهت ما عادتش موجودة كان يقول لك من الصعيد الجواني ما عادتش موجودة خلاص والصعيدة ما كانش فيه التعليم أقل والمرأة أقل انت دلوقتي لو لما بنروح لقصر وأسوان والكلام من ده كل اللي بنتعامل معاهم اللي بيشتغلوا هم من النساء سواء كانوا شباب أو كبار يبقى هنا حصل تغير بشكل كبير جدا في هذه المجتمعات تقبلوها ازاي الدراما جزء كبير جدا من هذه العملية التقبل حاجة تانية العمل الدرامي عمل الدرامي قائم على مسلس مهم جدا فيه جانب توسيقي لفترة زمانية وجانب آخر طرفيه ما قدرش أقول ان فيه عمل شغال على رسالة مباشرة ما حدش هتقبله ما هو لازم في النص يبقى فيه يعني حاجة كده بسيطة ان انا اضحك معاها ان احس ان انا خرجت من الواقع اللي انا فيه صحيح وهكذا هنا المسئولية الاساسية تقع على موهبة المؤلف نجاح العمل الدرامي اولا عن طريق الورق ده الاساس العمود الفقري هو الكتابة لو اتكتب صح هينجح احنا بقلنا فترة وستاذ احمد بنشوف الاعمال الدرامية فيها سرعة في الاحداث قد ايه ده ممكن يخدم المسلسط طبعا السرعة في الاحداث احنا فيه فترات لو جيت النهاردة تتفرج على عمل درامي في السبعينات او في الستينات او حتى في بداية التمانينات كنت هتلاقي الوقت طويل شوية الاحداث بطيئة شوية النهاردة لازم الدراما تتماشى مع العصر اللي احنا عايشين فيه وعشان كده انت لما بتشوف تحت الوساية تحت الوساية 15 حلقة السرعة في الاداء في 15 حلقة احسن بكتير جدا ما كانت عمل 30 حلقة وكان فيه ملل ومط وتطويل لازم الدراما تتماشى مع ده بالاضافة ان الاحداث نفسها لما بتتضغط بتسرع وانت كمان او المشاهد الطبيعي ما عادش عنده الوقت ان هو يعود 45 دي قال الحلقة ويعود 30 حلقة ويعود ما فيش حتى ان بعض الناس ما بتتفرجش كده بسهولة تيجي في اسبوع او في يوم جمعة تتفرج على مجموعة حلقات مرة واحدة لانه ما عندهش وقت فده مش عايز الكم الكبير الدراما لازم تتماشى مع روح العصر اللي حمالي سعيه ترجمة نانسي قنقر